لما بنشوف بقى الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس وبيصدر هذا البيان وبيقول رد على ما تم تدوله من معلومات على بعض احسابات الشخصية اوضح الفريق ربيع ان هيئة قناة سويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالاعلان عن كافة تعاقوداتها بمختلف اشكالها من عقود او مزاكرات تفاهم وغيرها مع الافصاح عن بنود التعاقودات وابياتها مشيرا في هذا الصدد الى ان اعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية اصولها هو اساس كافة التعاقودات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساسة باي حال من الاحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري ومنصة عليه المادة 43 ومضمنها تلتزم الدولة بحماية قناة سويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لا كما تلتزم بتنمية قطاع قناة باعتباره مركزا الاقتصادية مميزا سبق واكد الفريق اسامة ربيع رئيس الهيئة انه لا صحة لثقة الشائعات جملة وتفصيلا مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في ادارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس وقال لرئيس الهيئة انه اتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات حرصا على عدم الزج بالهيئة او انتحال اسمها ومش بس انتحال اسمها انتحال اسم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبدأ برضو غريب او دي ما في اتفاقية يعني يمضي عليها رئيس الجمهورية ويمضي عليها رئيس الوزراء طب ما هو توقيع احدهما يكفي يعني وبرضو مسألة وفي الصفحة الاولى يعني وكلام بقى من قبيل اصله التزام بان المهندسين المختربين كلامه تعبيرات وامور يعني تنم عن زيف حقيقي بس برضو مرة اخرى حين يهيب او تهيب قهي قناة سويس بالمواطنين عدم الاتفاة الى الشائعات التي تهدف لقصارة البلبلة والتشكيك في واحدة من اعرق واهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية وضرورة تحرد ضقة فيما يتم تداوله من انباء واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال مصادر الرسمية للهيئة ده النقطة دي حين تهيب هيئة قناة سويس بالمصريين والحامش بس والحكومة المصرية كله لما يطالب عدم الانتفاة الى الشائعات لازم احنا وردو نطالب الادارة الدولة الحكومة هاي قناة سويس بالشفافة المطلقة والكاملة